السلام عليكم طلعا بس نكمل على Air Cooler سنأخذ نفس المواصفات مالته ونعمل على Air Cooler نستخدم Air Cooler بدل Air Cooler طبعا Air Cooler شايفيه كلكم دعوكم نموذج نموذج هذه التفاصيل مع Air Cooler لا تراجعوها بالمحاضرات موجودة الأشكال مع Air Cooler وكل شكل ما اسمه هذا شكل Air Cooler أحد تطبيقاته هو يستخدم القطعة الخارجية مع السبلت شايفيه كلكم بالبيد يعني يعتمد على الهواء في عملية التبريد لأنه هو بلاش يعني في استغل في عملية التبريد لكن صناعيا من ناحية الصناعية هاي الشكل ما التوقع يعني هاي توفان ثريفان إلى آخرين كل ما يزال أدي المراوح هنا كل ما الكفاءة الزيد لكن يعني حسب الحاجة اللي أزيد فقلنا حسب الحاجة يجب عدد المراوح المطلوبة طبعا حطنا مثلا مراوح قليلة زيدان السرعة هنا زيد سرعة المراوح تزداد أدي كفاة التبريد راح نشوفها من خلال هذا المثال الفيد السابق نفسه هذا الدرجة 60 لغط 140 كيلو اسكال معدل جريان 50 كيلومور بالساعة والتراكيز نفسها السابقة أشكال اليونت أوبرايشن يعني شيلة الحذفة هذه ترجحها هنا بالفيو موديل بالبالت أوكي طلعت من الأشكال هذا هو الأير كولر هذا الأير كولر نفتح آيكون معلتنا process stream اللي هو الفيد والاوتلت سيكون لدينا هو product PRD أوكي البرجرر دروب نروح على البرامترز ونخلي البرجرر دروب يعني خليه عشرة أو 15 كيلو اسكال هو بعدين يحسبنا البرجرر دروب الحقيقي الهوال لداخل درجة حرارته والضغط مالتنا خليه هنا 20 مثلا درجة حرارته الهواء ضغط 120 كيلو اسكال هنا الconfiguration الشكل مالتنا حالة افتراضية يعني يعني الاختيار الأول وبعدين نشوف ما تصاميم اللي رح تصير عدنى بالبداية الحسابات حتكون عدنى بسيطة لكن كتفاصيل حيطينيها غير شكل بالرائتنج هنا عدنا number of fun أقدر زيادها من نانا سوية ثلاثة إلى آخر هنا عدنا السرعة السرعة التي حددتها وكتفض سرعة القصوى المصمم إليها المروحة سرعتها القصوى وهنا عليها سرعة هنا كلما تزداد السرعة كلما تزداد لكي بنفس الوقت الطاقة نصرف أكثر حسنا في الواركشيت أريد أبرد الضروف الضروف المشابة نفرض أنها 65 سريز أريد أبرد حد 30 أو 32 33 ومشكلة 33 سريز حسنا هنا حدنا حدنا السؤال نتاج نتاج الضروف الضروف و الهواء صدت درجة حارة اليوان لـ 20.67 طبعا هذا لا أعتقد هي الصحيحة لكن الصحيح سيكون أدنى بالدزاين إذا أروح على الدزاين وأيضا نفس الطريقة السابقة موالية اختار سايز أيضا أوتو سايز كونفيرت طلاب التصاميم بيك تفاصيل كل شي يعني ما قرأت بمحاضرة واحدة لكن أنطاية الأساسيات تدخلون على التفاصيل بالآيكونات الموجودة كل طالب يقدر على التفاصيل ويشوف شون التفاصيل مالهيت إكسينجر وأيضا الأير كولر هيا راح شوية أخذ وقت هيا راح شوية أخذ وقت وصلنا إلى هنا أيضا نفس الحال السابقة نقول أوكي حسابات كملت راح على ريقورس هير كولر أيضا التفاصيل أقدر شوفه بل فيو إي دي آر طبعا هنا مختصر هنا الفانز طلعت دي ثلاث مراوح طلعت أدنى حزمة الأنابيب وحدة الفان دياميتر ثلاث مراوح ثلاث مراوح مو واحدة صمم لها تيوب بلاي اوت ثلاث طبقات من الأنابيب برافيل نشوف هذا الساكن ينزل من 65 يرجع إلى 45 والطبقة الثالثة يوصل إلى 33 بالطبقة الثالثة يوصل إلى 33 هنا كاتبنا نشوف رو 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 اللحتى بل أدنى 65 ونصبع ثلاثة الثالثة رو نقلق ونشوف التفاصيل موجودة هنا نلتقر نقوم المواجهة تفاصيل التفاصيل في iani أو هنا يستمر بصورة مكتصرة ايضا واحدة عندنا هاي الفنز الدياميتر ماتنا بالمليمتر شو انتصير ادنى number of bundle والفان tube length طول مات 3 متر number of tube tube roll عدد الصفوف مع الانابيب number of tube pair pass عدد الانابيب بكل صف وشقد الميكانيكال ديزاين هاي ستنج نشوفها احنا هي ثلاث مراوح وكل مراوحة لابعاد مالتها لابعاد مال air cooler الى اخرين ايضا نشوف layout الشكل الماركة شوان ديصر ادنى هاي الانابيب والهواء طبعا يتكل الى على شكل cross bundle width العرض مال الحزمة 870 مليمتر او 87 سنتيمتر cost cost and weight ايضا الكل في مالتها بالدولار 12.000$ 32.000$ والوزن مالتها هو 933 هو فارغ وثامر يام بالماء سيكون ادنى 1060$ طبعا ليش يحسب الوزنين نفيدنا بالتصاميم هندسية بالانشائية يعني جد لازم ان يخلي الصبات اللي تتحمل الوزن مالتها احسب حسابه يعني لازم نحسبه التفاصيل اكثر موجودة هنا هنا نقل نشوفها geometry summary هنا ادنا ايضا fund diameter fund pair bay الابعاد مع الانابيب كلها موجودة هنا السمك القطر الخارجي والداخلي السمك الانبوب الطول مالتها هاي كلها تفاصيل خاصة بالانابيب unit geometry هاي الشكل مع مالتنا وايضا لابعاد مالتها كلها موجودة هنا التيوب هاي التفاصيل مع التيوب ومختار هو carbon steel الشكل مع التيوب موسيقى موسيقى